مازلنا معاكم في اللي حصل النهاردة وهو أول ناس أخذ التطعيم في مصرف الإسماعيلية، مستشفى الإسماعيلية وأول اتنين حصلوا على لقاح سينوفارم الصيني للوقاية من فيروس كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في إسماعيلية كان طبيب وممرض خلينا نقوله الأول نشوف قالوا إيه كاميرا حديث القاهرة كانت موجودة هناك نشوفهم قالوا إيه للكاميرا ونرجع هنا علشان عندنا حكاية تارية قريت عنه شوية اللي هي استشاريين أقوى مني في البحث العلمي في الإراية بعمق كان قرارهم برضو إن المصل مفيد لنا هيقلل على قل إصابات الدكاترة هيقلل وفيات الدكاترة فهيوفر قطكم طبية للعلاج أنا صحتي أو كفرد مهم كفرد يعني مركزة في القطكم الطبية ده فرده قوي جدا وجوده في التيمورك مهم فأكيد الدولة بتاعته مش هتضحي بي خصونا إن الوزيرة كمان حصلت على المصل ده شيء يخلينا أخذ المصل وأنا مغمض يعني ما يخليش فيه قرار تردد لازم كلنا نجرب علشان في الآخر نوصل لحاجة لو كلنا خوفنا وكده عمرنا ما هنوصل لحاجة ولا نوصل النتيجة حتى لو كان فيه صايد إفكت لأننا بما إننا في خط الدفاع الأول في مجابة كورونا كلنا معرض للإصابة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة